شاهد الفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة شاهد إجراءات رفع الكفاءة القتالية لأحدى وحدات المدفعية بالمنطقة المركزية العسكرية وذلك للوقوف على مدى جهزيتها لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليها بدأت الإجراءات بعرض تقرير الكفاءة القتالية والذي تضمن الحالة الفنية والإدارية للوحدة المصطفى بعد تطويرها ورفع كفاءتها لدعم قدرتها لتكون في أعلى دراجات الاستعداد القتالي أعقبه مرور رئيس أركان حرب القوات المسلحة على القوات المصطفى للاطمئنان على جهزيتها هذا ونقش الفريق أسام عسكر عددا من القادة والضباط في أسلوب تنفيذهم لمهامهم القتالية المختلفة وكيفية مواجهة المواقف الطارئة التي يمكن التعرض لها مشيدا بمدى تفهم كافة العناصر المشاركة بالتفتيش للمهام المكلفين بها بما يحقق المنظومة القتالية المتكاملة التي ترتكز على المقاتل المحترف والأسلحة والمعدات المتطورة ترجمة نانسي قنقر